بعد مو عادل ولكن ماذا ثقة لانه نشترط في العدالة ماذا ان يكون اماميا اثنى عشريا اما في الوثاق لا نشترط ان يكون اماميا ماذا اثنى عشريا وواقعا هذه من الاقوال القيمة في مبانينا الرجالية طبعا هذا القول موجود عند الاخران حتى عند المتطرفين من الوهابية والسلفية ايضا وان لا يعملونه نظريا موجود وقد ذكرت لكم فيما سبق عبارات الالباني وغير الالباني وابن حجر وغيرهم يقولون ان التشيع ليس مانعا من قبول الرواد ان التشيع يعني ان بطلان العقيدة وانحراف العقيدة على مبناهم ليس مانعا لان المدار على صدق الحديث فاذا كان صادقا يقبل هذا المبنى متفق عليه بين السنة والشيعة هسا يعملون او لا يعملون ذاك بحث اخر هسا احنا نعمل به او لا نعمل ذاك بحث اخر ولكن نظريا ماذا نظريا طبعا هم لا يعملون واحنا لا نعمل الا نادرا مولان هم لا يعملون بمجرد صار الشخص شيعي يجعلون روايته ماذا جانب فلهذا كل ما نقله عطي العوفي لانه شيعي مولان خلوه جانب مولان معا هم يقولون صدوق ولكن وضعوا جانب ونحن ايضا مباشرة لانه كتب القوم نراجعها او لا نراجعها ها لا نراجع لماذا لانهم بابا كلهم هذولهم منحرفين عن ائمة اهل بيت افترض منحرفين عن اهل بيت بيت لماذا لا تراجعهم انظر الى وثاقتهم المهم يقول قلت نعم الا ان المعلومة بزواله من الرجل هو ورعه اما وثاقته فقد كانت ثابتة ولم يعلم زوالها